أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة مكانة الشعر في تاريخ الأدب العربي ودوره الكبير في تجسيد مظاهر الحياة التي عاشها الإنسان في شبه الجزيرة العربية ورصد تحولاتها عبر العصور جاء ذلك خلال حضور سموه لنفسية الشعرية الافتتاحية لدارة الشعر العربي في الفجيرة بحضور سعادة الدكتور سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الأمارات وأشار سموه إلى دعم وتوجيهاته صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الثقافية التي ترتقي بقطاع الأدب والثقافة في الإمارة وتعزز جهود دولة الإمارات في العمل الثقافي والإبداعي وتحتفي بأصحاب المواهد في المساهمة ببناء الوطن وتطوير دعائم نهضته الحضارية على جميع الصعود